نحن الآن في تبة المقبابة بداية منطقة الربيعية التي تدور فيها الشباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة ومليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية بعد أن تمكن الجيش من تطهير منطقة قبل هان الذي يقع هنا إلى إسار من هذه المنطقة وتأمينه بشكل كامل ودحر الميليشيات الإنقلابية من هذا القبل أصبحت الشباكات الآن تدور في منطقة الربيعي التي تقع إلى اليمين من هذه المنطقة تشاهدونها الآن مناطق مواجهات عسكرية بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحاول الجيش الوطني دحر الميليشيات من هذه المنطقة لأنها تطل على الخط الرئيسي الرابط بين التربة والضباب تعيز الذي يقع في هذه المنطقة ومحاولة دحر الميليشيات إلى خلف المنطقة هذه إلى منطقة نحول المنطقة الغربية معي هنا نبيل ثابت أحد القادة الميدانيين في هذه المنطقة هل تصف لنا الوضع الكري والميداني هنا في هذه المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم نشكر القنوات الفضائية وبالأخص قناة برقيسة الفضائية التي هي السباقة للخطوط الأمامية بالنسبة للمواجهات نحن الآن في منطقة المقبابة وهنا على يميننا قبل الهان التي تم تطهيرها من قبل الشباب المقاومين وأيضا هنا هذه التباة طالنا البواسل يقاومون الميليشي الحوثي الذين هم تمركزين في الوادي وأيضا خلف هذا الوادي وبالأخص في مناطق الربيعي هنا أيضا خلف هذا المنطقة وخلف هذا الوادي الخط الرابط ما بين تعز الحديدة وهنا هذا الخط الذي تم سيطرة عليه خط التربة تعز ولله الحمد والملاه إذن تتركز المواجهات حاليا في منطقة الربيعي الذي يحاول القيش الوطني والمقاومة الشعبية تطهيره بالكامل لأقل التوجه نحو القبهة الغربية نحو خط الحديدة تعز ومن ثم كما قال قيادة القيش الوطني نحو مدينة المخاء فوزر حمادي قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر